شوارع بروكسل تشتعل باحتجاجات أصحاب السترات الصفراء وسط حالة غضب من ارتفاع الأسعار والضرائب على غرار موجة المظاهرات التي شهدت فرنسا مؤخرا مئات المتظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي تركت حالة من الفوضى المرورية والتي لم تخلو من بعض أعمال العنف سيارات الشرطة فتحت مدافع المياه على المحتجين الذين حاولوا الاقتراب من المباني والمكاتب الحكومية في وسط بروكسل وبدأوا في إلقاء الحجارة على حواجز الشرطة التي ألقت القبضة على نحو ستين شخصا قالت إنهم أخلوا بالنظام العام وسلم أعضاء الحركة سترات صفراء للمرة وأغلقوا بعض الشوارع قرب مباني الحكومة والبرلمان البلجيكي بينما كانت الشرطة وشاحنات مدافع الماء تراقب الموقف قبل أن تتدخل لتفريقهم وتأتي هذه المظاهرات بعد احتجاجات مماثلة اشتعلت في فرنسا منذ أسبوعين ودعا منظم الاحتجاجات في فرنسا إلى مظاهرة جديدة في باريس السبت وهو ما ينذر بعودة مشاهد العنف إلى العاصمة الفرنسية مرة أخرى